حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني من مساعي ميليشية الحوثي الإرهابية التابعة لإيران السيطرة على وصول شركة كاميران لصناعة والاستثمار ونهب إرادات الشركة وتوجيهها لتمويل أنشطتها الإرهابية ضمن مخطط متكامل تقوده للهيمنة على القطاعات الاقتصادية الحيوية وتحديدا قطاع التبغى الذي يعد من أهم مصادر تمويلها وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي أن سيطرة الميليشية الحوثية على شركة التبغى تمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني حيث تتضاعف الإرادات التي تجنيها من خلال الأنشطة التجارية غير المشروعة مثل تهريب السجائر وتقليدها عبر تزييف العلامات التجارية وشدد الإرياني على أن سيطرة الميليشية الحوثي على قطاع التبغى لا تشكل خطرا اقتصاديا فحسب بل هي جزء من استراتيجية أكبر تهدف إلى تعزيز قدراتهم العسكرية وزيادة نفوذهم السياسي لذلك ينبغي أن تتضافر الجهود الدولية لتصنيفهم منظمة إرهابية والعمل على قطع مصادر تمويلهم مما يسهم في تقليل قدرتهم على زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر